تواجد حقيقي ووضع جديد لمصر ونشاط مكثف دائم لرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل النهاردة كان فيه نشاط مكثف مكثف بشكل حقيقي ومؤتد برضو من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية سيادة الرئيس ألقى كلمة وطبعا أنتم عارفين مصر في قمة أوروبية أفريقية مصر بحسب موقعها الجغرافي وبحسب دورها المحوري وبحسب تاريخ القريب للعلاقات الدولية لمصر مصر هي الدولة ماذا نقول من أكتر الدول لكن هي الدولة التي تتحدث دائما في كل المحافلة الدولية باسم أفريقيا وهي لطول الوقت تقول أنها تعمل بالدور الفاعل أنها تربط أفريقيا بالقارة الأوروبية أتكلم الرئيس كمان عن التأدير العميق لاختيار مصر من ضمن الدول أو من ضمن دول القارة الأفريقية التي ستلقى دعم الحصول على تكنولوجيا المرنة المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية أتكلم سيدة الرئيس كمان عن الجهود المصرية لإنشاء بنية تحتية وتصنيعية لصناعة الدواء والاستثمار فيها على مدار الخمس سنين اللي فات وأعتقد أننا في التاسعة تكلمنا كثير جدا في حكاة دي إحنا كانت السجادة بتتسحب من تحت رجلينا فيما خصص صناعة الدواء وحتى إمكانيات مصر في الصناعة تضاقلت لكن على مدار السنين اللي فاتت إحنا بنستعيد مكانتنا لأن مصر كمان مركز ستراتيجي لصناعة الدواء اشتركوا في القناة